السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السيادة التلاميذ نرحبكم بحضوركم في لقاءة لمشاهدة البرنامج الجديد عبر التلفزة القمهورية المالية والآن نحن اليوم في الدرس الثاني من الرياضيات إذا كنا الموضوع المترجحات إذا نريد أن نتكلم على المترجحات في المترجحات قسمناه إلى قسمين إذن مترجحة أنا أولا المترجحة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد وذات مجهولين ذات مجهول واحد وذات مجهولين هذا هو موضوعنا اليوم المترجحات يتكون من مجموعتين أي المترجحات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد والمترجحات من الدرجة الثانية ذات مجهولين والخطة التي نتابعها في شريح هذا هي أولا نحتاج إلى تعريف المترجحة وثانيا حل المترجحة ثم أمثلة تطبيقية على المترجحة وبالتالي التقويم إذن في نهاية الدرس ينبغي لكل طالب أن يكون قادرا يعني نكون قادرا على تعريف المترجحات وحل المترجحات وأن يكون قادرا على تحليل العمسلة المتعلقة بالمترجحات ويكون قادرا أيضا على الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالتقويم إذن هذا الذي نريد من كل التلميزين بعد هذا الدرس إذن أولا بدأنا كنا أولا المترجحات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد إذن بدأنا بهذا أولا ذات مجهول واحد لأننا تكلمنا عن المجهول معناه الذي لا يورف متغير الذي لا يورف إذن هنا ذات مجهول وسنجد مجهول واحد فقط ينقص يعني في المعادلة هنا إذن كنا تعرف المترجحة المترجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد أي سين ما هذا المجهول سميناه بالسين هنا وهي تعبير رياضي على أحد الأشكال التالية ما تعبيرا هو تعبير رياضي يأتي على إحدى هذه الأشكال التالية في هذا الجدول إذن كنا رقم الجدول واحد واثنين إلى أربعة والشكل ثم المثال عندنا أولا أسين أكبر من أو يساوي باع ألف سين أكبر من أو يساوي باع ومثال ذلك مثلا سلاسة سين أكبر من أو يساوي ستة إذن بدلنا أ بسلاسة وباع بستة لكن السين في مهل وهو المجهول إذن أ ممكن نغيره بأي عدد من الأعداد الموجودة في العالم وقى ذلك باع لكن السين هذا يبقى مجهولا هو المطلوب هنا وبالتالي أسين أكبر من باع أسين أكبر من باع إذن مثال ذلك إسنين سين أكبر من خمسة نفس الشيء بدلنا أ بإسنين هنا وباع بخمسة وسين ما زال في مهل وبالتالي ثلاثة أسين أسغر من أو يساوي باع أسغر من أو يساوي باع إذن مثال ذلك بدلنا أ بخمسة هنا وبادلنا باع بأشرة أسبح خمسة سين أسغر من أو يساوي عشرة إذن الرابع والأخير معنا أسين أسغر من باع إذن مثال ذلك نقول ناكس سين أسغر من أربعة إذن بدلنا أ بناكس سين وباع بأربعة عشرة إذن هذه هي المتباينة رموز المتباينة التي بها يعني نستطيع أن نفرق بين البيانات يعني فيها إذن أولا أكبر من أو يساوي وأكبر من وأسغر من أو يساوي وأسغر إذن هذه هي رموز المتباينة التي سوف نراها في الأمسل إن شاء الله قريب إذن ندخل مباشرة في الأمل يعني إذن كنا حل المترجحة حل المترجحة نقطة الثانية لأن بدأنا بالتعريف ولا نأتي إلى حل المترجحة ما المقصود بحل المترجحة كنا يعني إيجاد كل القيم الممكنة للعدد المجهول سين بحيث تكون المترجحة صحيحة الطريقة التي نستخدمها للحصول على هذا المجهول الذي يسمى بالسين لأن سين هذا سنبحث عن قيمته والطريقة الهصول على هذه القيمة هي التي تسمى بحل المترجحة إذن يعني إيجاد كل القيم الممكن للعدد المجهول بحيث تكون المترجحة صحية وبذلك يساعدنا على أن نحصل على معادلة صحيحة يعني أي متباينة صحيحة أي مترجحة صحيحة ومن أمثلة ذلك معنا كنا سالسا أمثلة تطبيقية على ما سبقنا لأننا نريد أن نعطي إلى حل المترجحة كيف نعطي إلى تحليلها هذا الذي نريد في هذا مثلا كنا أوجد مجموعة الحل للمترجحات الآتية هذا هو السؤال الأول إننا أول مثال واحد كنا إثنين سين زائر خمسة أكبر من أو يساوي سفر أكبر من أو يساوي سفر وحل ذلك انظروا إثنين سين ما بدلنا غيرنا هذه الخمسة إلى الجهة اليسرى وأصبحت يعني ناكس خمسة لأن كلما نغير الإشارة من جهة إلى جهة فإن الإشارة أيضا تتغير إذن من زائر خمسة يكون ناكس خمسة في هذه الجهة يؤدي إلى أن سين أكبر من أو يساوي ناكس خمسة على إثنين لأن مقدار قيمة السينات يساوي إثنين إذن هذا الإثنين هو الذي قسمنا خمسة عليها وأصبحت يعني ناكس إثنين سين إذن سين أي أن سين أكبر من أو يساوي ناكس إثنين فاصلة خمسة لأن كلما قسمنا ناكس على مجب فإننا نحضر إشارة السالبة إذن مجموعة الحل لهذا هي حاء أي مجموعة الحل يساوي سين حيث سين ينتمي إلى حاء وبالتالي سين أكبر من أو يساوي ناكس إثنين فاصلة خمسة وهذا هو الحل البيان له إذن هذه هي طريقة حل المترجهة وكذلك الآن نعت إلى الحل البيان له لأن كلما إذا عرفنا القيم المجهولة أي السين مقدار السين لأن هنا السين في البداية كان مجهول لكن وجدنا مقداره يساوي ناكس إثنين فاصلة خمسة إذن الآن نعت به بالرسم إذن رسمه حكذا تعطون بخط الأعداد الصحية خط الأعداد الصحية إذن الصفر في المنتصف وهنا جهة الموجبة معنا من واحد إلى موجبة على نهاية وهنا سالب إلى ما لا نهاية إذن نبحث عن مكان ناكس إثنين فاصلة خمسة إذن يكون المنتصف بين ناكس إثنين وناكس ثلاثة أي الوسط بينهما إذن ناكس إثنين هنا وناكس ثلاثة هنا إذن الوسط بينهما هو مكان الحل إذن مكان الجواب إذن نخطط على زمانا نفعل خطا وما نخطط عليها ندعى خطا عليها لبيان مكان الجواب والآن ننظر إلى الجهة المخططة أي المحزوفة أي جهة يعني هنا لا بد أن نحزفها جهة الجهة التي لا تنتمي إلى جهة الهل نحزفها ويبقى جهة الهل إذن ناكس ثلاثة خمسة كنا أكبر من أويسة إذن ننظر إلى هذا الرسم هذه الجهة تكون هي أكبر وهذه الجهة تكون هي الأصغر إذن بما أن المتباين جاءت على شكل أكبر إذن نحزف الأصغر إذن نحزف هذه الأصغر إذن وكذلك أيضا هذا الحل أيضا يتجه نهوى الجهة غير محزوفة لأنه ينتمي إلى الحل أيضا مضاف إلى الحل لأن هذه الجهة هي جهة الحل إذن مجموعة الحل المذكورة هو هذه الجهة التي لم نمسهها إذن الجهة الممسهها معناه لا يعتبر هنا يعني منا ليس من الحل في هذا المكان إذن إذا كان فيه يساوي إذا كان في أكبر يساوي ويرافقه يساوي فإن الجواب يتجه نهوى الجهة الصحية أي نهوى الجهة الأكبر الذي لم يمسه نحوى الجهة التي الجهة التي لم تمسه منا يتجه نحوها بالتالي هذه الجهة تكون محزوفة إذن هذا منسبة لهذا المثال والمثال الثاني أيضا إذن كنا سين ناكسة أربعة أكبر من سفرين إذن نغير ناكسة أربعة فقط إلى مكان إلى وراء إذن يكون بدل في محل السفر بدل أن يكون موجب أربعة لأننا غيرناه إذن لابد بتغيير الإشارة إذن وذلك يعطينا سين أكبر من أربعة إذن نعطي إلى المجموعة لها كذا نقول حا يساوي سين لأن سين ينتمي إلى حا وسين أكبر من أربعة إذن هكذا نعطي بالحساب الجبري له ولعننا نعطي إلى الحساب الحل البياني لهذا وهو هكذا إذن ننظر إلى الرسم إذن نفس الشيء هذا مجموعة الأعداد الصحيحة خط الأعداد الصحيحة إذن نرى دائما إذن الصفر هنا في الوسط هنا واحد موجب واحد وموجب سنين وموجب سنين إلى موجب ما لا نهاية ونكس واحد ونكس إلى نكس ما لا نهاية وإننا أربعة إذن نخطط على أربعة المعنى أن نبين مكان أربع وهو مكان السين إذن السين في هذه الأربعة إذن الآن ننظر أي جهة نمسحها وأي جهة تكون هي مجموعة الحل إذن ننظر إلى المتباينة ماذا تقول؟ تقول أكبر إذا كان أكبر دائما الجهة اليمنى هي الأكبر واليسرى هي الأسغر إذن نخطط على الجهة اليسرى وبالتالي الجواب أيضا ينتمي إلى المكان المحزوف معناه وأيضا هو محزوف معناه يبدأ يعني من أربع إلى يعني أربع لا تنتمي إلى الجهة إلى المجموعة الحل هنا في هذا المكان لأن لو لاحظوا في الرسم الأول ما كان الجواب يتجه نهو الجهة المحزوفة لأنه فيه يساوي إذا كان فيه يساوي لا يتجه نهوه وبدون يساوي يتجه نهو الجهة المحزوف معناه وأيضا أربع أيضا تحزى في ماء هذه ويبكى خمسة فصائد للحل إذن هذا بالنسبة للمثال الثالث والعان نعطي إلى المثال الثالث نعطي إلى المثال الثالث كنا ثلاثة سينة بالستة أصغر من العان أصغر من أو يساوي صفر إذن الآن غيرنا هذه الستة من اليمين إلى اليسار وأصبحت يعني ستة بالموجب إذن ثلاثة سينة أصغر من أو يساوي ستة إذن من هنا نقول سين أصغر من أو يساوي ستة على ثلاثة أمنا عدد السينات الموجودة هنا نقسم الستة عليها إذا قسمنا ستة عليها يعطينا إثنين إذن سين أصغر من أو يساوي واحد وهو الجواب الجبري هنا أمنا الحل الجبري والعان نعطي إلى المجموعة الحل كنا ح مجموعة الحل يساوي سين حيث سين ينتمي إلى إلهة وسين أصغر من أو يساوي إثنين أصغر من أو يساوي إثنين والآن نعطي إلى الحل البياني أي الحندثة المثال الحندسي إذن الحل البياني لهذا الرسم إذن نفس الخط نفس الخط العداد الصحيح الموجودة معنا نفس الخط هنا نبحث عن مكان عندنا صفر وواحد واثنين فساعدة وناكس اثنين وناكس ثلاثة إلى ناكس ما لا نهاية إذن نخطط على إثنين لأن الجواب على إثنين في هذا المكان إذن الآن ننظر إلى الجهة المحزوفة أي جهة نحزفها هنا بنفس المتباينة نعرف ذلك إذن إذا قال أصغر من أو يساوي ننظر إلى الجهتين أي جهة أصغر وأي جهة أكبر إذا كانت أصغر فإننا نترك الأصغر ونحزفه الأكبر ومن هنا حزفنا الجهة الأكبر وتركنا الجهة الصهيح معنا أكس ما تقدم في المثالين الأولين إذن هنا نحسب الجهة الأكبر ونترك الجهة الأصغر وبالتالي هذا الجواب أيضا يتجونها والجهة غير محزوف أي جهة المجموعة الحل المحل يعني في هذه الجهة والجهة المحزوفة معناها ليست فيها فيها الحل إذن هذا الجواب أيضا ينتمي إلى الحل ينتمي إلى الحل لوجود هذا يساوي يساوي مع المتباين مع أصغر لأننا كنا أصغر من أو يساوي إذا كان فيه يساوي فإنه ينتمي إلى الجهة الصهيحة ونحزف الجهة غير الصهيحة أيضا المكان المحزوفة معنا نترب مجموعة الحل في هذه الجهة ويكون يعني إثنين أيضا مرافقا لهذا إذن يكون ينتمي إليها إذن هذا بنسبة للمثال الثالث والآن نعطي إلى المثال الرابع دائما لكي تتحقق يعني لأننا أخذنا أربع يعني رموز ونرد أن نعطي بمثال لكل رمز الآن نعطي إلى المثال الثالث لأننا كنا سين زائد سبعة أصغر من سفر إذن سين أصغر من ناكسة سبعة أصغر من ناكسة سبعة لأننا غيرنا سبعة إلى الجهة ونغير الإشارة إذن الآن نقول مجموعة الحل يساوي سين وسين ينتمي إليها وسين أصغر من ناكس سبعة ثم نعطي إلى الحل البياني له إذن هذا هو الحل البياني له إذن إننا ناكسة سبعة هذا المكان فيه ناكسة سبعة وناكسة ثمانية فصعدة وهكذا إذن نخلط إلى جهة إلى المكان الجواب السين هو هذا المكان ناكسة سبعة إذن الآن ننظر إلى الجهة التي نحزفها والجهة التي تكون فيها مجموعة الحل إذن أصغر إذن ننظر إلى الجهتين هذه الجهة قبل ناكي السبعة وبعده إذن نرى أن هذه كلها أكبر من ناكي السبعة بينما هذه التي تعطي بعدها أن تكون أصغر منها إذن معناها نحزف الجهة الأكبر ونترك الجهة الأصغر إذن هذا ولذلك خطتنا على هذه الجهة وبالتالي فإن الجواب أيضا ينتمي إلى الجهة المحزوفة معناه ليس من المجموعة الحل إذا المجموعة الحل يبدأ من ناكس ثمانية فساعدة بينما هذا يبدأ يعني هكذا وكل يكون يعني في الجهة المحزوفة هذا بالنسبة لهذه الأمثلة وممكن يعطي أمثلة أخرى يعني بإشارات معناه إذا كانت إشارة السين أيضا ناكسة فإنه يحدث يعني التغيرات في المتباينة مثلا في هنا أمثلة أخرى كنا ناكس إثنين السين ناكسة مانية أكبر من أو يساوي سفر شوفوا هنا ماذا لاحظتم هنا إننا إثنين السين هنا بالإشارة السالبة إذا كانت السين مقدار السينية قيمة السين يعني بالإشارة السالبة فإنه يغير المتباينة عندما نحاول أن تغيره من الجهة إلى جهة فإننا نغير المتباينة أيضا إذا مثلا من ناكس إثنين السين أصغر من أو يساوي سمانية إذا غيرنا ناكس إثنين من جهة سين إلى جهة سمانية فإننا نغير أولا المتباينة من أصغر أو يساوي إلى أكبر أو يساوي ثم نعطي بناكس إثنين هنا إذا وإذا قسمنا سمانية على ناكس إثنين يغطينا ناكس أربعة إذا سين أكبر من أو يساوي ناكس أربعة في البداية بدعنا بأكبر من أويساوي لكن في الجواب لاحظنا أنه تحول إلى بدعنا بأصغر من أويساوي هذا ربما خطأ خطأ متبين مفروض هذا يكون أصغر من أويساوي خطأ في هذا المكان لاحظته الآن إذن لاحظوا هذا معي هذا معناه يكون أصغر من أويساوي بدلا أن يكون أكبر من أويساوي إذن إذا أصبع أصغر من أويساوي فإننا نعمل هكذا ما أنا لاحظتم هنا هذا مفروض مثل هذا يكون في هنا إذن أصغر أصبح يعني أكبر بتغيير الإشارة لأن الإشارة الموجودة هنا هي التي جاءت هنا تحولت إلى ثماني على ناكس سنين وناكس أربع إذن هذا خطأ مطبعي هذا خطأ مطبعي يعني هنا بدل أكبر من أو يساوي تجعلونه أصغر من أو يساوي مثلا كمثل هذا كمثل هذا إذن هذا الذي تحول ما الذي سبب في تحويله الأكبر هذه الإشارة الموجودة مع إثنين إذن ولذلك وجدنا الآن نقول مجموعة الحل يساوي من السين والسين ينتمي إلها والسين أكبر من أو يساوي ناكس أربعة ثم نعطي إلى الحل البياني إذن إذن ناكس أربعة نبحث عن مكان ناكس أربعة على خط العداد الصحيحة وهو هذا المكان ثم نرجع إليها وننظر أي جهة يعني يمسى وأي جهة تبقى إذن إذا لاحظنا فيه هنا نجد أنه أكبر إذن الأكبر هو هذه الجهة والأصغر يكون هي هذه الجهة إذن من هنا نحذف الجهة الأصغر ونترك الجهة الأكبر يكون الحل في الجهة الأكبر وهذا أيضا من يرتجو نهوى الجهة الأكبر معنى الجهة غير ممسوها غير ممسوها كما سبق يعني أن نراه فيه نعني في هذا نريد فقط أن نريكم يعني كيف نغير الإشارة إذا كانت الإشارة السالبة يعني إذا كانت إشارة السالبة كيف نحولها إنما نغيرها فإن المتباين أيضا تتغير وإلا كما سبق الحلول السابقة فهكذا يعني تقومون بالتحليلات في الكل إلا في مثل هذه ولذلك قلنا أمثلة أخرى ممكن يعطي مثل هذا إذا كانت الإشارة السالبة فكيف نتخلص من هذه الإشارة هذه هي الطريقة المناسبة لها وبالتالي الآن نعطي إلى مثال آخر أيضا لكن في هذا المثال يكون نظم يعني نجد يعني مترجحتين في نفس المعادلة يعني عملهما يعني يكون معا إذا مثلا هنا أربعة سين ناكس سبعة أصغر من أو يساوي خمسة وثلاثة سين ناكس سمانية أصغر من خمسة سين ناكس أربعة إذا هذا النظم يعني يعني الكلاهما يكون حلهما يكون معا يعني حكذا يعني على نفس الرسم يعني مثلا نحن الآن جيناه الحل الأول والحل الثاني يعني نريد أن نحلل المترجحة الأولى وثم هنا المترجحة الثانية مثلا كنا أربعة سين ناكس سبعة أصغر من أو يساوي خمسة إذا الآن نريد قيمة سين إذا سين سين هنا أربعة سين هنا مفروض يكون هنا أربعة سين تزيد أربعة هنا أربعة سين أصغر من أو يساوي خمسة إذا نغير هذه السبعة من اليمين إلى اليسار بتغيير الإشار يكون سبعة موجب سبعة إذا سبعة زائر خمسة يساوي إثنى عشر إذا أربعة سين هنا ينقص أربعة هذا أيضا خطأ مطبعي تغيرونه عندكم بالأقلام إذا تزيد أربعة هنا لأن أربعة سين أصغر من أو يساوي إثنى عشر وبالتالي سين الآن أصغر من أو يساوي إثنى عشر على أربعة معنا عدد السينات هنا أربعة إذا نقسم إثنى عشر على أربعة للوصول على سين واحد إذا سين أصغر من أو يساوي ثلاثة إذن الآن نقول حا واحد أي الحل الأول يساوي سين وسين ينتمي إلها وسين أصغر من أو يساوي ثلاثة إذن هذه معنى مجموعة مغلقة لكن خطأ متبعين مفروض هذا يكون وراء ثلاثة يكون وراء ثلاثة إذن خطأ هنا تغيرونه لكن تجعلونه يعني مغلقة تغلقونه يعني لأنها مفروضة هنا مفروض يقلق هنا لكن يأتي بعد الثلاثة نقول سين أصغر من أو يساوي ثلاثة ثم نقلقوا المجموعة الحل نقلقوا إشارة مجموعة الحل نقلقها في هذا المدى إذن أنتم أيضا تحاولوا تغيير هذا بأنفسكم حتى تجدونه جواب الصحيح في هذا وبالتالي الحل الثاني كنا ثلاثة ناكز ثمانية أصغر من خمسة سين ناكز أربعة ماذا لاحظنا هنا نرى أن السين موجود يجرس سينان معا وقيمتان سين واحد في اليمين والآخر في اليسار وناكز ثمانية في اليمين وناكز أربعة في اليسار إذن إذا أردنا التحليل هنا ماذا نفع نغير هذه الخمسة خمسة سين من اليمين إلى اليسار وناكز ثمانية من اليسار إلى اليمين من نجمع السينات والقيم إذن ثلاثة سين نكتبها ثم نعتبي خمسة سين خمسة سين إذا غيرنا ونغير الإشارة تكون ناكز خمسة سين وبالتالي إننا ناكز أربعة هنا وإذا غيرنا ناكز ثمانية يكون موجب ثمانية إذن الآن نقوم بعملية الطرح بينهما لأن مقدار إشارتهما مختلفة إذن ثلاثة وناكز خمسة إذن نطرح أصغر العدد من الأكبر ونغطي إشارة الأكبر للجواب إذن إذا طرحنا ثلاثة من خمسة يغطينا ناكز إثنين سين أصغر من وإذا طرحنا ناكز أربعة إذن من موجب ثمانية يعطينا أربعة لأننا نأخذ إشارة أكبر العددين يعطينا أربعة بالموجب إذن بالتالي الآن نقول سين الآن ننظر مثلا ما تقدم يعني أن نراه هنا الإشارة السالبة إذن هذه الإشارة هي التي تغير إشارة المتباينة من أصغر إلى أكبر يكون أربعة على ناكز إثنين إذن سين أكبر من ناكز إثنين إذن هذا هو الحل الثاني إذن حا إثنين يساوي سين وسين ينتمي إلها وسين أكبر من ناكز إثنين ثم الآن نعطي إلى مجموعة الحل لهم إذن نقول حا مجموعة الحل يساوي حا واحد تقاتل حا وإثنين مناء الإثنين على خط واحد ويساوي سين وسين ينتمي إلها وسين أصغر من أو يساوي ثلاثة وسين أكبر من ناكز إثنين إذن هكذا نكتب مجموعة الحل لهما يعني لأننا جينا بمجموعة الحل لكل واحد منهما ثم جمعنا المجموعتين في مكانه واحد وبالتالي نعطي الآن إلى الحل البياني لهذا الرسم إذن الآن أولا نبدأ بثلاثة بنا ثلاثة هنا بالموجب إذن هذا هو مكان ثلاثة إذن نخطط على ثلاثة ننظر إلى الجهة المحزوف والجهة التي لا تفزف أي الممسوعة وغير الممسوعة إذن كنا أصغر من أو يساوي إذن دائما أصغر هذه الجهة هي الأصغر وهذه هي الأكبر إذن نحذف الجهة الأكبر وبما أن يجر فيه يساوي فإن الجواب ينتمي إلى الجهة غير محزوفة كما سبك أن نتكلم عليها وبالتالي هنا ناكس إثنين إذن هذا هو مكان ناكس إثنين إذن نخطط على ناكس إثنين ثم نبحث عن الجهة المحزوف والجهة غير محزوفة إذن كنا أكبر إذن الأكبر هذه الجهة هي الأكبر وهذه الجهة هي الأصغر إذن نترك الجهة الأكبر ونحذف الجهة الأصغر بما أنه لا يرافقه يساوي فإن الجواب أيضا ينتمي إلى الجهة المحزوفة والحل يكون بينهما إذن هذا حاع معناه الحل إذن الحل في الوسط هنا بين المعادلتين إذن هذا الذي مثلناه أيضا في هذا المكان وهذا الذي استطاعنا أن نشرهه عليكم يعني في هذا كل التقويم إذن هذا التقويم العيدا أنتم الذين تحاولوا يعني تطبيق ما سبق يعني وعياته معنا يعني عليها حتى تتأقد منها الفهم منه يعني إذن كنا أوجد مجموعة الحل المتراجعة الآتية ثم مثلها بيعني ألف إثنين سين ناكس وائد أكبر من سبعة با سلاسة سين زائد إثن عشر أصغر من سفر جيم ناكس إثنين سين ناكس أربعة أكبر من أو يساوي ستة ودال ناكس سلاسة سين زائد ستة أصغر من أو يساوي سفر إذن تتدربوا على هذا إذن هذا بنسبة للنوع الأول ولعانا نعطي إلى النوع الثاني أي ثانيا المترجحات من الدرجة الأولى ذات مجهود مجهولين يعني كل ما تكلمنا عليها سابقا عبارة عن مجهول واحد الآن نعطي إلى المجهولين إذن كنا تعريف المترجحة المترجحة من الدرجة الأولى ذات مجهولين أي سين وصاد لأن نمثل المجهول الأول بالسين والثاني بالصاد إذن سين والصاد هي تعبير رياضي على أحد الأشكال التالية كما سبق في ذات مجهول إذن تعبير رياضي يأتي على هذه الأشكال مثلا الشكل الأول آسين زائر بصاد أكبر من أو يساوي جيم وآسين زائر بصاد أكبر من جيم وآسين زائر بصاد أصغر من أو يساوي جيم وآسين زائر بصاد أصغر من جيم إذن هذه هي الأشكال الآن نعطي بأمثلة لها نبدل فقط آ بعدد وآ بعدد ثم جيم بعدد إذن غيرنا آ بأربعة وآ بخمسة وجيم بسلاسة وفي الثاني أيضا آ بسلاسة وآ بستة وجيم بإثنين وفي الثالث آ بناكس إثنين وآ بسبعة وجيم بأشرة وفي الرابع آ بإثنين وآ بناكس سلاسة وجيم بناكس أربعة إذن هكذا مانا آ وآ وآ وجيم ممكن نغيرهما يعني بأي عدد من الأعداد ونكون بإجراءة العملية عليها الآن نعطي إلى أمثلة تطبيقية أمثلة تطبيقية إذن كنا أمثلة تطبيقية حتى تفاهمونه أكثر مثال واحد مثل بيانيا حل المترجحة الآتية لأن هنا ما فيها حل الجبري مانا هذا في حل الحندسي البياني مباشرة إذن كنا إثنين سين ناقس سواد ناقس سلاسة أكبر من أو يساوي سفر إذن لحل مثل هذه المترجحة نقوم برسم المستقيم الذي معادلته إثنين سين ناقس سواد ناقس سلاسة يساوي سفر مانا بغيرنا هذه المتباينة بيساوي إذن ممكن أن نفعل مثل ما كما عملنا مع المعادلات ممكن نفعل مثل هذا أيضا مع المترجحات بدل أسق أكبر من أو يساوي ممكن نهل مهله يساوي إذن نقوم بعمليات كما رأينا في المعادلة وفي النهاية ننظر يعني إلى المتباينة أي جهة نحصف وأي جهة يبقى إذن كنا إثنين سين ناقس سواد ناقس سلاسة يساوي سفر وإنشينا إذن ونستعين بجدول القيم التالي مثلا نعطي بجدول نحن الذين نكون جدولا إذن جعلنا الجدول سين وصال أنا عطيت سفرا لمن التلميز هو الذي يختار سفرا للسين وصفرا للسواد في الخانة الثانية سفرا في الخانة الأولى وصفرا للسواد في الخانة الثانية إذن معناه الآن نعود سين بالسفر للحصول على سواد وصواد بالسفر للحصول على سين إذن عودنا إذن بدلنا إثنين السين بالسفر فإننا ناكس سواد ناكس سلاسة يغطينا ناكس سلاسة لأنه إذا غيرنا ناكس سلاسة إلى جهة صفر يكون سلاسة بالموجب وهذه الإشارة الموجودة مع سواد يغير موجب سلاسة إلى ناكس سلاسة ولذلك وجدنا ثلاثة هنا ونفس الشيء إذا أخذنا سواد كالصفر معنا نبدل ناكس سواد بالصفر وهنا إذن إثنين سيساوي ثلاثة سيساوي ثلاثة معنا إذا غيرنا ثلاثة يغطينا موجب ثلاثة إذن إذا قسمنا ثلاثة على إثنين معنا ناكس سلاسة على أدد السينات يغطينا واحد فاصلة خمسة معنا ممكن نغير ناكس سلاسة إلى الجهة صفر يكون موجب ثلاثة وإنما نريد سين ناكس سلاسة على هذا السين على هذا الإثنين يغطينا واحد فاصلة خمسة إذن هذا الذي نراه في مثل هذا إذن الآن سيني ساوي 0 و 1.5 وصاعد يساعد ناكس 3 و 0 إذن هذا الذي يساعدنا الآن في الرسم مثلا في الرسم أنظروا كيف أنا مثلت مثلا في الجدول معنى 0 و ناكس 3 0 و ناكس 3 إذن هذا هو المحور السعدات وهذا المحور السعدات إذن نبحث عن ناكس 3 في السعدات لأنه يرافقه 0 إذن نترك 0 و نبحث فقط عن مكان ناكس 3 إذن ناكس 3 في هذا المكان وبالتالي 1.5 و 0 إذن 0 نترك و نبحث عن 1.5 في السينات إذن سيني هنا جهة الموجبة للسينات هنا 1 و 2 إذن 1.5 معنى المنتصف بين 1 و 2 الوسط بين 1 و 2 هو هذا المكان إذن هذا المستقيم يمر من ناكس 3 و إلى موجب إلى 1.5 حكذا و الآن هذا هو خط المستقيم لهذا الآن في هذا الخط المستقيم بما أننا في المترجهات الآن نبحث الآن عن الجهة المحظوف والجهة التي لا تحزف إذن كيف يعرف ذلك؟ فمثلا نبدل كل من سيني والسواد بالسفر معنى سيني والسواد بالسفر إذن إذا بدلنا سيني والسواد بالسفر إن وجدناك السلاسة في هنا يكون زائر سلاسة إذن يكون سفر أصغر من أو يساوي ثلاسة أصغر من أو يساوي ثلاسة إذن هنا أيضا عندنا مشاكل في هنا إذن هذا أكبر من أو يساوي بدل أن يكون أصغر في هنا عندنا أكبر من أو يساوي لكن هنا تحولت إلى أصغر من أو يساوي إذن تغير هذا أكبر من أو يساوي بدل أصغر من أو يساوي إذن إذا كنا سفر أكبر من أو يساوي نرى أن هذا فيه خطأ لأن سفر لا يكون أكبر من سلاسة بل الأكس إذن صفر ليس أكبر من ثلاثة إنما ثلاثة هو الأكبر من ثلاثة يعني هذه المتباينة هنا خطأ لأن تعقذون هذا هذا هو الأولى لأن المثال جاء على الأكبر من أو يساوي إذن تجعلون هذا في هذا المكان إذن تقول الآن صفر أكبر من أو يساوي ثلاثة لا يمكن هذا خطأ إذن إذا كان فيه خطأ فإننا نحذف الجهة التي تنتمي إلى الصفر تنتمي إليها الصفر لأن صفر في هذا المكان إذن جهة الصفر هي التي تخزف والجهة التي لم تخزف هي جهة الحل مجموعة الحل إذن الحل في هذا المكان إذن هذه الجهة هي التي تخزف إذا غيرنا سين وصالب الصفر ووجدنا أن المتباينة لا تتحقق فإننا نحذف الجهة التي تنتمي إليها الصفر نتنتمي إليها الصفر ونترك الجهة التي لا تنتمي إليها الصفر وسنرى تلك القائدة فيه هنا مثلا ملاحظة لما عرفت الجهة المخططة الجهة المحظوفة الممسوحة عن سين وصاد نبدل كل من سين وصاد بالصفرين سين نبدله بالصفر والصاد أيضا بالصفر في المعادلة نغيره في المتباين نغير السين بالصفر والصاد بالصفر إذا أودناهما بالصفر فإننا نلاحظ فإذا تحققت المترجحة إذا تحققت فإننا نمسى الجهة التي لا تنتمي إليها نقطة الأصل والأكس الصحيح إذا لم يكن صحيحا فإننا لا نمسى نمسى الجهة التي لا تنتمي إليها نقطة الأصل والأكس الصحيح إذا لم يتحقق فإننا نمسى الجهة التي تنتمي إليها نقطة الأصل هذا هو المعنى والأكس الصحيح أقصي ما تقدم أقصي الشكلusion الكلمة التي تقدمت حكذا تقوم بإجراءها determined إذا تحققت المترجحة فإننا نمسها الجهة التي لا تنتمي إليها نقطة الأصل أما إذا كانت غير صحية فإننا نمسها الجهة التي تنتمي إليها نقطة الأصل وهنا نحذف كلمة اللعفاق تنتمي إليها نقطة الأصل إذن كما أسألك في الرسم السابق معنا في هذا الرسم بما أننا كنا سفر ليس أكبر من أو يساوي سلاسة إذن هذا المكان خطأ ولذلك حزفنا الجهة التي تنتمي إليها نقطة الأصل والآن نأتي إلى المثال الثاني للتحقيق مثلا هنا كنا أربع سين ناقص سلاسة سواد ناقص ستة أصغر من أو يساوي سفر إذن أربع سين ناقص سلاسة سواد أصغر من أو يساوي سفر منا ممكن غيرنا ناقص ستة إلى هنا بتغيير الإشارة الآن نأتي بالجدول مرة ثانية نأتي بالجدول لعنفسنا سين وسواد أنا أعطيت سفرا للسين هنا وصفرا للسواد هنا إذن نعود السين بالسفر للحصول على سواد إذن إذا بدلنا أربع بالسفر فإن سواد ستوتنا ناقص إثنين كيف وجدنا ناقص إثنين؟ معنا ستة على ناقص سلاسة ستة على ناقص سلاسة يوتينا ناقص إثنين ناقص إثنين وإذا غيرنا سواد أيضا بالسفر فإن سين تكون ستة على أربعة ستة على أربعة إذا قصلنا يوتينا واحد فاسلة خمسة إذن الآن نأتي إلى الرسم إذن هكذا نرسم إذن الصحية أولا ننظر أيدا أولا نعطي بالرسم أولا نبحث إن الجهات المحظوف والممسوحة وغير ممسوعة إذن صفر ناقص إثنين إذن نبحث فقط أن ناقص إثنين في سواد هو هذا المكان ناقص إثنين في سواد وكذلك هنا واحد فاسلة خمسة والصفر إذن نبحث عن مكان واحد فاسلة خمسة إذن منتصف واحد وإثنين إذن هذا المستقيم يمر بناقص إثنين إلى واحد فاسلة خمسة إذن نعرف الجهة المحظوف وغير محظوفة إذن نبدل الصين بالصفر والصعد بالصفر إذن نحل محلهما بالصفر هكذا جينا بصفر في محل أربعة صين وناقص ثلاثة صعد إذن جينا بالمتبينة أيضا في هذا المكان إذن هذه المتبينة أيضا كنا هذا المتبينة أيضا فيه خطأ إذن هذا كلها خطأ المتبينة لأن الذين يكتبونه يعني في الجهاز ليسوا متخصصين يعني عندهم مشاكل يعني في النقل ولذلك دائما أثناء الشرح نرى يعني هذه المشاكل إذن هذه المتبينة مفروض يكون أصغر من أو يسايف وإلا إذن كنا أصغر من أو يسايف إذن مفروض يكون صفر أصغر من أو يساوي 6 بدلا أن يكون أكبر لأنه إذا كان أكبر يكون فيه خطأ إذن هنا إذن لا يمكن أن يكون فيه هذه الجهاز إذن هذا تغير هذه بهذه المتبينة تغير هذه بهذه المتبينة لأننا نعطي إلى التدريب مثال بيانيا ماس البيانيا المتراجحة الآتية المتراجحات الآتية إننا ثلاث متراجحات معا في نفس الوقت ونريد جوابها يعني على رسم واحد إذن سين ناكس 20 سين أكبر من أو يساوي 0 وسين زائل 22 سين ناكس 20 أكبر من أو يساوي 0 وإثنين سين ناكس 3 أكبر من أو يساوي 0 الآن نعطي إلى الحل إذن جينا بحلها واحدة بعد واحدة إذن كنا سين زايد 2 سوادة زايد 2 أكبر من أوي سايد مانا سين ناكس 2 سوادة زايد 2 أكبر من أوي سايد سفر إذن الآن هنا كنا سين ناكس 2 سوادة أكبر من أوي سايد غيرنا 2 إلى هذا الجواس بها ناكس 2 الآن جينا هنا سين وصول أجعلناه X و Y لأن الجهاز الذي صححنا عليها يعني ليس فيها كتابة رموزة عربية ولذلك أردنا أن نجعل هذا X و Y مانا سين وصول كما سبقا ترونهما إذن لا يدور لأنه إيه سين و X هذا X و Y و سين وصول لا يدور في هذا لا يغني من جوه لا يغير شيء من الجواب المهم تفهم معناه X هذا معناه سين و Y معناه صول إذن الآن أعطينا سفرا هنا و سفرا هنا إذن إذا غيرنا سين بسفر فإن سواد يكونوا واحد لأن سواد يسايد ناكس 2 على ناكس 2 يسايد واحد وإذا بدلنا صواد أيضا بسفر فإن سين أيضا يؤطينا ناكس 2 وإذن للتحقيق معناه نغيرك سين وصول بالسفر أكبر من أو يسايد ناكس 2 إذن هذا صحيح وبالتالي سين زايد 2 يسايد ناكس 2 أكبر من أو يسايد سفر وسين زايد 2 يسايد أكبر من أو يسايد 2 إذن هنا سين وصول إذن سفر هنا وصفر إذا غيرنا هذا صفر بالسين فإن سواد يؤطينا واحد إذا غيرناه صفر بالسواد فإن سين يكونوا 2 إذن هنا تحقيق أن نغير سين وصول بالسفر والمتباين أكبر من أو يسايد سين إذن هذا خطأ إذن هذا خطأ وكذلك السانية إسنين سين ناكس سايد ناكس 3 أكبر من أو يسايد صفر فإن سين يسايد 3 على إسنين ويسايد 1.5 للتحقيق أن نبدل سين وصول بالسفر أكبر من أوسائي ثلاثة نجري أن هذا فيه خطأ إذن الأول فقط يكون صحيح والثاني خطأ والثالث خطأ إذن سترون هذه في الرسومات أولا نبدأ بالرسم الأول بالرسم الأول إذن في الرسم الأول الآن مثلا هنا في واحد سفر وواحد سفر وواحد إذن هذا هو مكان واحد هذا هو مكان واحد ثم ناكس إثنين وسفر إذن هذا هو مكان ناكس إثنين هذا هو مكان qualify في السين إذن الآن هذا الخط هذا الخط هو الذي يبين المعادلة الأولى المترجهة الأولى هذا الخط هو الذي يبينها الآن بما أنه صحيح إذن نحذف الجهة التي لا تنتمي إليها نقطة الأصل لأن النقطة الأصل في الوسط هنا إذن هذا نحذفها إلى الفوق بدلا أن يعطي إلى جهة نقطة الأصل إذن الآن نعطي إلى الثاني سفر وواهد نفس الواهد يلتقيان على نقطة واهد وهنا إثنين وصفر إذن نبحث عن إثنين في السين إذن نبحث عن إثنين في السين وإثنين في السين هو هذا المكان إذن الآن نرى هذا الخط الأحمر هذا الخط هذا هو الذي يمثل المعادلة الثانية إذن الآن بما أنه فيه خطأ سفر ليس أكبر من أويسا إثنين فإنه يتجه نحو الجهة معنا نمسها الجهة التي تنتمي إليها نقطة على أسر وذلك ما سعناها إلى التحت إذن وبالتالي ثالثا إذن سفر ونقس سلاسة إذن نبحث عن نقس سلاسة في سواد وهي هنا وإذن واهد وفاصلة خمسة والسفر إذن نبحث عن واهد وفاصلة خمسة بين واهد وإثنين الوسط بينهما أي منتصفهما هو هذا إذن هذا الخط أمان المستقيم يمر من نقس سلاسة إلى واهد وفاصلة خمسة وهكذا يكون إذن بما أنه أيضا خطأ في خطأ لأنه ليس سفر أكبر من أويسا إثنين فإنه نحذف الجهة التي تنتمي إليها نقطة الأصل هذا هو الإجابة التي تنتمي إليها نقطة الأصل هذا الذي حددناه لكم في هذا الدرس والآن نعطيكم تقويما عليها تتدربوا عليها حتى ندرك أنكم قد فهنتموا كنا مصير بياني يتعادي цين ناقص ثلاثة سواد ناقص اكبر من سفر وخمسة سین ناقص عشر سواد أصغر من أويسا سفر والنظم يسمي أربعة سؤال ناقص ثلاثة أسغل من أويساوي صفر وإثنين سؤال ناقص خمسة سؤال أكبر من أويساوي صفرا وعلى هنا نقف ونقول لكم شكرا لحسن مشاهدتكم إلى الحصة القادمة إن شاء الله كما سبقا نذكر لكم بأنني أخوكم في الله سالم عبد الله المعيق أستاذ الرياضيات في المدارس الإلالي الإسلامية وإلى الحصة القادمة إن شاء الله مع السلام